أهلاً بكم حلقة جيدة من هذا الفيديو الذي نتحدث عنه أهم مصارفة وطعات الأضراب الإنسان عام 2021 واختبت أن هذا برج العقرب كان عايدة في تنسوس تابعوني على 11 ميديا السوية أنا أستطيع أن أعطيته إيه الفراج علينا أنت برج إيه أتبعين أنت تنسوس قراءة دي تتفق معي ولا لا فراج علي من تن يا برج العقرب ثالث برج العقرب ثالث برج العزراء برج الصور وبرج الحمل من أكثر الأبراج التي تعمل لنا بتموزها دعموا بقناتها ثانية دائماً على أنتوا بتدعموا القناتين يتطبقوا ثقات كثيرة دي حاجة بخلين موسوطة جداً بخلين فرقانة وبخليني حتى كده بطاول طيب برج العقرب أنا عاربة بكاعدكم في السفيرة أو السهر الثانية يعني برج العقرب من الأبراج التي نتعامل جداً في صهر ثلاثة وصهر ثلاثة يعني بداية ما كانتش قوية جداً في أول السنة بالعكس بداية كانت فيها تحديات بداية ثم كانت فيها ايشوز بس أنا صحيحاً عندكم صائف انطلاقة قوية جداً جداً للانتصار فإنت داخل على مرحلة قوية الكروب بتاعك طالع جداً إنت كنت بتعاني نفسهم من الفترة اللي سيتم ومادياً جداً برج العرب من أكثر أكثر الأبراج اللي كان عندهم مشكل مادية يا جماعة بأول 2021 هو العذراء يعني العقرب والعذراء والدلو كمان برضو من الأبراج مثل دلو محبوب حاجات ذلك والدلو مادية ما كانتش الأفضل حاجات الدنيا فعند أولوك يا جرج العرب من الضغط والدلو مادية ما كانتش الأفضل هيبدأ تتحسن عندكم بأوضاعكم المادية والمهنية وخاصة أنه كانت عندكم قلق قوي جداً جداً كما أظهر عليكم نفسهم بطبع الأوضاع المهنية والمادية يعني عندك مساكل المهنية جداً في الصغل ومجي يكون عندك تغييرات وعندك حاجات كثيرة أو قرارات كثيرة يمكن تكون أخذتها بس عايز أقول لك يا جرج عايز أقولك يا جرج العرب العرب اللي جاي احنا بكتير جيد جداً جداً من اللي رفع يعني داوم تانيك لأ أولاً مع نفسي دماغ طبيعي هنا نفس أقفل بحثة أحط حاجات الدنيا في الصغلية طيب أنا سيباً عندك الدنيا تتضبط عنك في كل المجالات تقريباً ومتفيش هلية في المتقنة انت كنت عندك مساكل يوم أول اللي هو المجالة المهنية وكمان المادية يعني جالة كثيرة والي بتاع تتبقص بصفوتك مثلا لو كان عندك مساكل مادية تبدأ بالعكس تتحسن بص لو انت في الصغل أنا بص كنت موقف صغل هترجع تانيك شغل فلأ فيه تقدم خريج جداً بالنسبة لبرج العرب ودي حاجة انت كنت مستميع أو كان يصلك فيها خاصة بعد كل الإحباطات اللي حصلتك الفترة اللي فيها كبان يا برج العرب عندك كل فترة الجاية انتصارات على أي حد يعني يحقد عليه يعني عندك انتصارات يعني فترة ذات كم يكون عندك ناس بتخدعك ناس بتستغلك ناس بتضحك عليه ناس عايزة منك حاجات مش كويسة ناس بتستغلك انت كنت بتستغلك بحقي قول من حد كنت اصطرتك فيه جداً يا برج العرب لأ انت عندك انتصارات قوية جداً جداً وعندك على اي حد خزلك او اي حد بعوش ثلاثين او اي حد اهانت اي حد اقلل منك لأ انت هتوقف كده تسترج على الكارمة بتاعة الحياة ويرجول لك ان الناس من ربنا الصناعة تعالى بيراجع لك حقق ويراجع لك شكلك ومنظرك ازام كل منك اللي حاولت النهول باقت او حاولت زعالت او حاولت ان هي تقلل مني والتقلل منك نصيحة رقم واحد لك في برج العرب بصمم الاسئلة الى انتصارات بلاج تصرع في ردود افعالة بلاج اندفاعات بلاج انتك تجري نحيط اي حاجة فليك جدي شوية فليك استقرع شوية ما تجريك وراء حاجة بسرعة انتك ان دفاع تتعلقاتك العطفية او تنساريعة او ردود افعالة في العمل حاول مني انتك تقلل الريت مستاعك ان ممكن تكون اكثر عصبية بفترة جاية دي هبقى عندك اكثر افعالة افعالة في العمل فبالتالي مطلوب منك ان انت تقلل انفعالاتك تقلل ردود افعالة وحاجة حاول استفرزك اهدأ مطلوب بسرعة لان ممكن تستفر حاجات كتيرة تستفرزك وفنطوطها في الانتقر عائلة او في الانتقر عملك او مع الانتقر انت بتحبه تحاول انت في تمالك افعالة كمالا في ردود افعالك ما تجريك بردود فعال سريعة علشان ما ترجع تندم بعد كده عندك طاعة انتظار في حاجة انت مستنيه الفترة دي برج العرب مسلطرة عليه جدا جدا في هذه الفترة فساعدة عندكو طاعة انتظار قوية جدا وانتظار ان جالك حاجة حيوة فالانتظار ده انتو الله يكون بالنتيجة ايجابية فانت تستغل على حاجة وانت عندك تتعشن عليها ومستني بقى النتيجة انت عايز تحصل على النتيجة فانت تترف برضي في الصورة عن نتائج خلي عندك صبر شوية على طاعة انت تاخد النتيجة اللي انت عايزها من الحاجات الممكن عندك قلق فيها الفترة دي للأسف هو حوية العائلية مساعدتك العائلية مثل كنتي شوية مساعدتك مثل قلق فيه شوية زعر في الايلة فوضع العائلة عندك شوية في توسر أو شوية في عدم استقرار أو شوية في عدم مشاكل فحاول ان انت يا برج العائلة تكون انت حلمت السرعة في العائلة أو تكون انت الشخص اللي بيحل المتاكل في العائلة يعني الحائلية في توسر أو في عدم استقرار أو عدم العائلة بسر حاول انت تكون حاول انت تكون حاول انت تكون حاول انها جامع الناس كلها مواضحة كمان برج العرب بالزن على ودينة في توسر بطرة دي وعايدك تتجرأ اصبح فحاول انت تكون حاول انت تكون مواضحة تقيم الكلام صح او تقيم الحاجة صحة لتقدر انت تعرف ايه صح و ايه الغلص طيب زي ما قلت الوضع العائلي ممكن من الوضع المتوسرة فحين الانشافة انت افضل انت صحيان في عندك تحصن في صحتك وعندك نشوط لفترة دي ودي حاجة حلوة اوى حاول تستغلها عندك تعشر النشاط او عندك يعني كأنك انت متحمس لحاجة اوى استغلها بطريقة ايجابية انت تقدر صحة لأي حاجة نشط ينفعتهم من المصاطر والحمال ده حلو دي حاول تستغل الصريقة صحيحة ان انت تصل لأي حاجة نشط فيها ايه بورد العرب طيب كمان تحاول انه في صحيح المبسع لفترة الشريفة تبقى تقصر غمض ويطات مدينة وممكن نفسك فكرة انت تبقى تقصر غمض ويطات مدينة عنذ قموات تعاجلين انتوا مش عنكي ان الان اidentو تعاجلين اي نان كنت مانكم تبقين تبدروا hash أسعال مش متوقعة مزغولين كده يعني مثلا مجيز بتحتاموا زي الأول مثل أصدقاء والناس الأرئيزة منكم سنة يعني زينا يكون مستهربين إذا هما هو برج العرب ورقومت كده هو اللي بيحصل ده هو مختلف إليه هو ليه بيعمل كده دي بوصة من الحاجات اللي يجب أن تكون بالت منها برج العرب حياتك توادم أكثر في راحة نفسية أكثر بكثير جدا من طهر مارس ودي حاجة إجابية حاجة ذاتها يعني طهر مارس كان طعب جدا بالنزايا وتنستان داون فإنتا لأ عندك صغم الصغط عايزة يبقرات مثالك عقلان مع هذا الصغطان في شخص عسكتس نوع كان يستغلك يسدعك صغط خدعت قوي يعني إنتا كنت تتجيله أمانك وتبطفق فيه فأخير كده حالك ما تجيش صغطك لأي حاجة موجل عرب كنت تتكتل والصغط حتى انت حتى البنان ببقاوية جدا بيطلع صحب ولكن لما صغط ري اكسن حد أو صغط حد تأكد من يوطي المية ان يتكتك في محله وانا الصغط ده فلا لا يصحك مثل الانتمال منك ذهب ما يبتحقش منك الصريقة بيستعمل معا بيها صغط كده وان هو دايما يطلع صحب طيب لو هتسمينه شهر إبريل في الشهر ده هتسمينه شهر التغيرات الكبيرة عندها تغيرات كبيرة جدا هتقل صينا ان هي تغيرات كبيرة سعيدة بعد بطر التواصل يعني عندك نهايات وبزايات يا برج العرب نهاية لحاجات مش قويسة لحاجات مش غريفة وإزاي لحاجات أقوى وحاجات أوضل بزاي قوية عندك جدا 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 يا برج العرب عندك نهاية وبزاية جدا جدا حياتك تخصص عندك تخصيص حاجات كبيرة جدا جدا بحياتك ممكن تكون تخصص عندك تغير بيتك أو تغير سكنك أو تقيم من المدينة المدينة يعني انت عايز أو تخصص من صوتر أو عندك صفر يعني بتنظم وتعرف مصلحتك وصفر جدا 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 عندك تخصص كويس جدا جدا للاقاتت المهنية أو عاطفية مكتوبة عندك انتصال عن صفحة أبور انتصال عندك انت مرتبط به أو انتصال عن تريك في العمل بس الانتصال دا هو الخير ليسوا بمرتبطك يا برج العرب إن عندك بداية جدا أو بداية خطوات جدا بداية في الصفحة عاطفية جدا ما أصابك أفضل أنا فايسان بتخطط لحاجات عندك تخصيص كتير بدك مزغور بطاقة كتير عارب أفضل من أبراج التي تفكر فيك تعمل بطاقة كتير تعمل بطاقة كتير تفكر في المهنية أو مشروع جديد أو خطة جيدة العمل تفكر عليها أو عاطفيني من مشروع ورطباس بصفحة جديد أو رجوع صفحة من الماضي وخصصة من برج ترابي برج ترابي يلي عزراء جدل ثورت أو عندك ترابي ترابي وخصصة من الفطرة يبقى صفحة جديد يعني أقديم لو هيجارك ترابي لو يجبينها يبقى الأمام حمل قوط وأسس تازم أنه هي عانيش شوية الفطرة جيدة عانيش يعني هتبقى أكثر عندنا ومستطيع أي أكلام أي حد لذلك يتوصل على إلي أحضر منه طيب عندك صفحة جديد أو عندك طرف تالس الأسس على قطرتك العاصفية عندك صفحة جديد وخصصة جديد وخصصة جديد وخصصة جديد يحاول أقربه منه صفحة جديد وخصصة جديد بس أنت مجدد منه وهو كمان تريدون طرف تالس ثلاث تالس علاقاتك للقصص وورد العرض وعندك صفحة جديد لذلك صفحة جديد لا تعرف أنك مسترعيح ولا لا متعارف انت كويس معاه ولا لا بس عندك كثيرة ما بين تخصيني تخصي ليه علاقة بالماضي تخصي ليه علاقة بالحاضر كنت كنت متاهد بتخصيديد وفرق اخصي من الماضي رجعت تتكلمه مع مرس بدأ اعمالك توصر بدأ اعمالك زبزبة كده ما بقيت كي تتاين الى هو زي انا لسه ازاي بحكي به ازاي لسه بكر تتصيره ازاي لسه بفهمه وابهم طريقته فأنت حتى ممكن تكون بدأت تتفكر انت كابل عن حد دي اليوم بان انت حاس انت لانتجوب كده تخالف مش عارف ايجي جديد عندك ارادة عندك عزيمة عندك صنغين من فترة دي كيفك عارف مصوعتك مصطط انا تفكر انت كده اوية شغولك عمالك تتعلم ان حيث حاجة بتحذبها بتفضل ايها مجبوض كتكون دواية وياضة تقبل مثلا وظيفة بزيدة بس عندكم يا جماعة بزاية بزيدة حيوة اوية 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 سيما برضو انت وشريك حياتك ممكن او تخفر انت منطبط دي فيه هانو دفوانه بينك او فيه اللي هو ايه انت واخر موقف منه او انت خيسه تبقى فعاية بيش يديره الامان او سعمار بتختبره من بيت بيت كده بس يا جماعة عارف عايزة اقولك انه في صقص بتعلك من الماضي او صقص جديد حاو اكثر من اقرب بيش مين اكثر يعني اقل دي كل واحد فيه فرصة لان شايتك فخصين رجل كفرصة فيه فخصين بيشبوت بيقربه منك بس انت واحد فيه مجددا دي تتعامل معادي يستمي في دينه فرصة سوش الطرف اللي انت في دينه فرصة حاجة تتكلم عليه انه ممكن يكون بيحبك او يمسك تلك الفرصة يقولك ايه العقب كان عادة بيش مطلق فرصة انتا قيرو بيش تحتاج بيتب低 انتا قيرو بيش افضل تدبيقه انهاية جديدة انهاية كماما بيشه وانها ليس نهاية حلوة وانها ليس شجاعه وانها تصوك وانها استقرار وانها سعادة بعد توصل وخاصة ان انت عانبت عام 2021 وانها سنة عام بدية وانهاية المعاناة مدايا ومهنايا ومعنويا وعطاطيا لا الجديد احلى وصير جدا خليكم اتخذك ايجابي يا برج العرب تحبطوا جدا جدا يا برج العرب حتى انا اضطلت ونصختي بلاش المتاع بلاش تطرق بلاش عصبية اشتركوا في القناة